استقبل فخمة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قصر المهاجرين في دمشق اليوم سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية بحضور معالي دكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية لسوريا ضمن جولة في الدول العربية الشقيقة وقد رحب فخمة الرئيس بشار الأسد بزيارة سعادة وزير الخارجية إلى دمشق وكلف فخامته وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنيات فخامته لهما بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار وأشهد فخامة الرئيس السوري باستضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في مايو المقبل برئاسة جلالة الملك المعظم معربا عن ثقته في نجاح القمة في تحقيق أهداف وتطلعات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية لترسيخ التضامن العربي وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل العربي وحماية الأمن القومي العربي وقد أعرب الزياني عن سعادته بزيارة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولقاء فخامة الرئيس السوري ونقل سعادته إلى فخامة الرئيس تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وتمنيتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية وللشعب السوري الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار مشيدا بما تشهده علاقات التعاون الثنائي من تطور وتقدم